دليل الصفر لونلي بلانت كشف عن أفضل خمسين وجهة من الوجهات السياحية وكان من أبرز الوجهات دي هي مصر الموقع قال إن الزائرين يقدروا يستمتعوا بمعابد الأخصر والنيل وأهرامات الجيزة وده لأن مصر بتتمتع بوفرة من الثروات التاريخية احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيسه كشف دليل الصفر لونلي بلانت عن أفضل خمسين وجهة لعام 2024 وأشارت صحيفة The Sun في تقريرها عن أفضل الوجهات السياحية إلى تماني دول تعد هي أفضل اختيار في عام 2024 وكان من بين هذه الدول مصر وقال الموقع إن الزائرين بإمكانهم الاستمتاع بمقابر الأخصر والنيل وأهرامات الجيزة وأن مصر لديها وفرة كبيرة من الثروات التاريخية أيضاً رشح الموقع مواقع سياحية أخرى في مصر مثل درب سيناء ودرب جبل البحر الأحمر وهما طريقان للمشي لمسافات طويلة كما صلت الموقع الضوء على افتتاح المتحف المصري الكبير في 2024 اختيار الموقع لمصر يبرهن على عودتها لتحتل الصدارة في كافة مواقع السفر والسياحة باعتبارها ضمن الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح من مختلف دول العالم خاصة في ظل حالة الأمن والاستقرار التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية بجانب المشروعات السياحية والأثرية الكبرى التي جعلت المقصد السياحية المصري متنوع وربطت الأماكن السياحية والأثرية المختلفة بالإضافة لافتتاح العديد من المتاحف في عدد من المحافظات هذا بالإضافة إلى تطوير متاحف أخرى والاكتشافات الأثرية الضخمة التي تسهم في الترويج للسياحة في مصر وأبرز موقع Travel of Path أحد أكبر مواقع أخبار السياحة والسافر في أمريكا من خلال تقرير مصور خمس وجهات سياحية في مصر واصفا إياها بأفضل الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة بالمقصد السياحي المصري وحظيت مدينة القاهرة بأن تكون أول أفضل هذه الأماكن حيث إنها مدينة نابضة بالحياة ومركز للعديد من مناطق الجذب السياحي الشهيرة منها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير الذي يمثل افتتاحه إضافة عظيمة لهواة التاريخ وعاشقي مصر القديمة والسياحة الثقافية هذا بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة حوله من تطوير هذا إلى جانب منطقة خان الخليل التي تعد من أشهر الأسواق في القاهرة وتسخر بالعديد من الهدايا التذكارية الفريدة وجاءت مدينة الأقصر أيضا كواحدة من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها في مصر لما لها من أهمية تاريخية وأثرية وجمالية فهي تقع على ضفاف نهر النيل وتحوي مواقع أثرية فريدة وأكثر شهرة من بينها معابد الكرنك والأقصر ومقابر وادي الملوك وفي مدينة أسوان يمكن زيارة معبد فيلة ومتحف النوبة وأوضح التقرير أن الشواطئ الرائعة التي تطل على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر التي تتمتع بها مصر هي من أفضل الأماكن التي يجب زيارتها مشيرا إلى مدينة ذهب التي تقع على ساحل البحر الأحمر وتعرف بأنها مقصد ساحلي يتمتع بشواطئ متميزة وتشتهر بأنها نقطة جذب لممارسة رياضة الغوص التقرير أشار أيضا إلى مدينة الإسكندرية التي تقع على ساحل البحر المتوسط وتعد من أشهر المدن منذ العصور القديمة وتشتهر بمكتبة الإسكندرية كما أضاف أنه من بين أفضل الأنشطة التي يمكن القيام بها زيارة قلعة قايد بي والتنزه على كورنيش الإسكندرية وزيارة مكتبة الإسكندرية كذلك أشار التقرير إلى نتائج الإيجابية التي حققتها السياحة في مصر خلال العام الحالي موضحا أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحطيم الأرقام القياسية للسياحة حيث إنه من المتوقع أن تحقق أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال العام الجاري 2023 معدلات تفوق تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2010 الذي يعتبر عام الذروة في السياحة فضلا عن أن مصر تعد واحدة من أكثر المقاصد الثقافية والتاريخية الفريدة في العالم حيث جذبت مصر القديمة خيال ملايين المسافرين الذين يأتون إليها لرؤية المواقع الأثرية مثل أهرامات الجيزة ومعبد أبو سنبل ومعبد الأقصر إلى جانب الاستمتاع بالعديد من التجارب السياحية مثل القيام برحلات نيلية وممارسة رياضة الغوص ورؤية ما يتمتع به قاع البحر من حياة بحرية خلبة وسبق أن أعلنت منظمة السياحة العالمية عن فوز قريتي سوى بمحافظة مطروح ودهشور بمحافظة الجيزة ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2023 وذلك أثناء عقاد الاجتماع الخامس والعشرين للجمعية العمومية للمنظمة التي تعقد حاليا بمدينة سامرقند بدولة أوزباكستان وتم اختيار هتين القريتين نظرا لتلبيتهم للمعايير التي وضعتها المنظمة في هذا الإطار كما قامت المنظمة بالإعلان عن وضع قرية ساند كاترين بمحافظة جنوب سيناء على قائمة الترق المؤهلة لتصبح في المستقبل على قائمة أفضل القرى الريفية السياحية زي ما شفنا في التقرير ومشاهدين ما فيش محافظة في مصر من شمالها لجنوبها ما فيهاش مكان جاذب سياحيا بيخلي مصر دايما في مقدمة المقاصد السياحية في العالم كله